موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا لقاءكم اليوم في حصة جديدة من حصص مادة التربية البدنية والصحية للصف السادس المتوسط لنشاهد معا الدرس الخامس مع تمنياتي بمشاهدة ممتعة السلام عليكم يا متعلمات درسنا اليوم الأوضاع الأساسية والدورانات الدوران المفتوح والدوران العالي المفتوح نبدأ الآن بالإحماء العام من خلال وقوف المتعلمات في قاطرة المشي على أطراف الأصابع مع النظر للأمام ورفع الذراعين أماما عاليا جانبا ولأسفل المشي الذراعين أماما تغاطع الذراعين أمام الجسم الجري على خطوط الملعب يجب مراعاة تبادل حركة الذراعين مع القدمين ومراعاة المسافة بين المتعلمات المشي على أطراف الأصابع مع النظر للأمام ورفع الذراعين جانبا تغاطع فرد الذراعين أمام الجسم الجري على العلامات المحددة من قبل المعلمة من وضع الوقوف تحريك الرأس أماما وخلفا ثم تحريك الرأس يمينا ويسارا من وضع الوقوف فتحا ثني الذراعين وسندهما على الكتف دوران مفصل الكتف خلفا ثم أماما تكرار هذا التمرين لمدة 30 ثانية حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الوضع السابق الذراعان عاليا شبك أصعب على اليدين مع فرد الجسم لأقصى مدى والضغط للخلف عدة مرات متتالية من وضع الوقوف فتحا ثني إحدى الذراعين خلفا مع سندها باليد المعاكسة تكرار التمرين السابق باليد الأخرى والثبات لعدة ثواني من وضع الوقوف فتحا من وضع الوقوف فتحا الذراعين عاليا دوران الذراعين للأمام من الوضع السابق دوران الذراعين للخلف تعليم الأوضاع الأساسية أولاً التعلق يتعلق الجسم على استقامته بواسطة الذراعين مع تباعدهما بما يزيد عن اتساع الصدر غليلاً يكون الرأس والكتفان والجذع كما هو في وضع الوقوف تتلاصق الساقان مع فرد المشط ثانياً الوقوف يعتبر الوقوف أكثر الأوضاع الأساسية استخداماً الرأس مرفوع والنظر للأمام والذغن للداخل الكتفان خلفاً غليلاً والجذع ممتداً على استقامته تكون الغدمان مضمومتين مع تباعد أطراف الأصابع غليلاً وتلاصق الكعبين الذراعان بجانب الجسم دون تصلب مع مواجهة الكتفين للداخل وتلاصق الأصابع يكون ثقل الجسم موزعاً على الغدمين بالتساوي والآن عرض نموذج لوضع الوقوف ثالثاً جلوس تربيع الرأس والكتفان والجذع كما في وضع الوقوف يرتكز الجسم على الحوض يتغاطع الساقان مع تباعد الركبتين تستند اليدان على الركبتين أو تمتد على جانب الجسم والآن عرض نموذج لوضع جلوس تربيع رابعاً الجثو يكون الرأس والكتفان والجذع والذراعان كما في وضع الوقوف يرتكز الجسم على الركبتين بحيث يكون الفخذان على استغامة الجذع تمتد الساقان مع تلاصق الكعبين ليكون زاوية قائمة مع الجسم مع مراعاة فرد أمشاط القدمين والآن عرض نموذج لوضع الجثو خامساً الرقود تكون أجزاء الجسم كلها كما في وضع الوقوف إلا أن الجسم بطوله على الأرض والآن عرض نموذج لوضع الرقود الدورانات أولاً الدوران المفتوح من وضع الوقوف فتحاً الذراعان جانباً أخذ خطوة بإحدى الرجلين جانباً ثم الدوران والآن عرض نموذج للدوران المفتوح ثانياً الدوران العالي المفتوح من وضع الوقوف على الأمشاط أخذ خطوة للجانب بإحدى الغدمين مع رفع الرجل الحرة للجانب واستكمال حركة دوران الجسم حول مركزه للوصول للوضع الابتدائي عرض نموذج للدوران العالي المفتوح من وضع الوقوف الذراعين عالياً ميل الجذع للخلف والنزول لوضع الجثو مع فرد الذراعين جانباً ثم فرد أحدى الغدمين للجانب مع ميل الجذع من وضع الجثو الوصول إلى الارتكاز على أربع ثم فرد أحدى الغدمين خلفاً مع تقوص الجذع خلفاً من وضع جلوس تربيع فرد الذراعين جانباً ثم لأعلى مع ميل الجذع لليمين واليسار ثم للأمام من وضع جلوس تربيع الذراعين عالياً فرد الغدمين للوصول إلى وضع الجلوس الطويل ميل الجذع خلفاً للوصول لوضع الرقود من وضع الرقود الذراعين عالياً الوصول لوضع الجلوس الطويل مع محاولة لمس أمشاط الغدمين من وضع الوقوف الذراعين جانباً المشي مع تغيير الاتجاه آداء مهارة الدوران المفتوح لعدة مرات متتالية آداء مهارة الدوران العالي المفتوح مع مراعاة الخطوات الفنية للمهارة نبدأ الآن بتمرينات الاسترخاء من وضع الوقوف تحريك الرأس في جميع الاتجاهات من وضع الوقوف فتحاً دوران الكتف للخلف عدة مرات متتالية من الوضع السابق دوران الكتف للأمام لعدة مرات متتالية من وضع الوقوف فتحاً تغابل الكفين أمام الجسم فرد الذراعين عالياً للوصول لأقصى مده الثبات في هذا الوضع لعدة ثواني فرد الذراعين جانباً ولأسفل تدريجياً من وضع الوقوف فتحاً ثني الجذع أماماً ولأسفل لمحاولة لمس أمشاط الغدمين الثبات في هذا الوضع لعدة ثواني العودة لوضع الوقوف تدريجياً في نهاية الحصة أود أن أذكركم بالمهارة التي تعلمناها اليوم وهي الأوضاع الأساسية والدورانات الدوران المفتوح والدوران العالي المفتوح والآن مع سؤال اليوم اذكري وضعين من الأوضاع الأساسية في التمرينات وفي الختام أتمنى أن تكوني استفدتي من درس اليوم شاكرة حسن استماعك ومتمنية لك دوام الصحة والعافية وإلى اللقاء في الحصة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة